عندما تتحول الصحراء إلى مدينة تقول الصورة وحتى وقت قريب لم يكن هنا سوى كثبان الرمال وبعض من تواكيش الخوف والخيام هكذا كانت أو تشبهها كثيرا وعلى هذا الحال صارت اليوم هنا الجوف حركة تنموية لمسبق لهذه المحافظة انشهدتها منذ زمن بعيد وإلى ما قبل سنوات جعل منها نظام صالح مزرعة مفتوحة للقتل والثار ليس أكثر اليوم الحمد لله التنمية في الجوف المستشفيات كثيرة المباني كثيرة الطرقات الزفلت الحمد لله كانت من أول سحراء كلها سحراء ما بش لا زفلت نخوض غير مسبوق تتسابق فيه عجلة التنمية مع إرادة السلطة المحلية الرمية إلى النخوض بالمحافظة تنمويا واقتصاديا على الرغم ما تشهده من حرب عنيفة مع الميليشيا التي لا تزال تقضم أطرافها غير أن يدا تحارب ويدا تبني ومن خلال مشاريع إنشائية مختلفة تسعى السلطة المحلية إلى تغيير الصورة القديمة وإحداث قفزة تليق بهذه المحافظة وأبنائها نفضها الآن تشهد حراك تنموي في جميع المجالات التنمية وبالذات في التخطيط الحضاري في مجال الطرقات في مجال الصحة في المجال التعليمي عماني فقط كان كفيلاني بأن تتحول إلى مدينة مقتضة بالسكان ربما هو الأمن جعل منها مقر إقامة للهاربين من موت الميليشيا لتغدو ملجأ لأكثر من 11 ألف نازح من مختلف المحافظات لا سيما في ظل الاستقرار الأمني الذي تعيشه منذ تحريرها من الميليشيا المحافظة تشهد الحمد لله وضع أمني مستقر الأول مرة تفتح محلات الذهب وغيرها من المحلات أصبحت لا بأس فيها من ناحية النهوض فالدرجة ثانية بعد محافظة مارب من يوم إلى يوم وهي إلى الأفضل هكذا إذن هي عاصمة الجوف حيث ما وليت وجهك تحدثك الأماكن عن نشاط تنموي متسارع تشكل أركانه أياد عاملة بالبناء والسلام علي الجرادي قناة بلقيس الجوف